يهلا بكل حضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقاتنا النهاردة من عشرة الصبح في الاهلي وفي الفقرة دي هنفتح كل الملفات الرزلة هنتكلم عن كل الأمور المزعجة اللي خلتنا كلنا مبارح نايمين متنكدين الحقيقة داء منتخب مصر وطريق التفكير كيروش والطريقة اللي بيلعب بيها أوستو بتعاملوا مع اللعيبة في أرضية الملعب والمراكز اللي غير المراكز وكل الحواديث اللي حضراتكم أكيد عارفينها كويس جدا وكمان عايزين نعرف حتى هنستعد ازاي ان شاء الله للمباريات اللي جاية الفترة القليلة القادمة ان شاء الله هنتكلم عن كل هدي الأمور مع ضفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة كابتا نهاب المصري مهاجم منتخب مصري السابق صباح الفول يا كابتا صباح الفول أخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كله تمام تمام نمت متعكنن ولا ما نمتش أصلا من العكن أنا لا يعني الواحد طبعا حزين جدا ومتعكنننا كلنا كشعب المصري وأنا بقول هارد لك للجمهور المصر والشعب المصري مبارح مش للمنتخب مصر لان الشعب المصري مبارح عاش ليلة حزينة عاش ليلة من أسوأ الليالي اللي ممكن تكون مرض علينا في تاريخنا في الكورة بشوفي للمنتخب مصر مبارح قدم واحدة من أسوأ مبارياته على مدار التاريخ يعني في بطولات أفراقية بالأخص أخزم في الاعتبار ان المتش ده لقيم فيه شوية أسماء زي الفول مع الاهترام الكامل ليهم طبعا ولعيبة على مستوى عالي وكل الاحترام ليهم لكن قدمنا مباراة ولا أسوأ ما كانش لدينا أي تواجد مبارح فنيا ولا عندنا روح ولا روح قتالية ولا فيش أي تواجد لدينا مبارح ده يخلينا زي ما بنستغلطين كارلوس كيروش في حاجات كتير هنتكلم أنا ونت فيها طبعا نجد باستفادة هل كمان نستغلط اللعيبة؟ يعني ولا هما أسقط في يدهم زي ما بيقولوا كل واحد موجود في مركز غير مركزه دي حاجة لكن البداية أصلا واضح أنه ما فيش تحضير جيد للمباراة ما فيش تحضير استشعرت ده من ايه؟ في كذا يعني فيه مؤشرات في اللقاء عمتان يعني أنا فيه كرة يمكن أنا كنت متواجد مبارح في حاجة كده فبتكلم فيه كرة مبارح لمحمود حمدي الوينش في أول اللقاء فاتوح برجعها له الوينش بدلا ما يشير بشماله رح ووسع واتقطعت منه ودخل فيش تركيز يعني اللعيبة مش مركزة اللعيبة مبارح مش من مدات اللقاء لا ما فيش تركيز فيه كذا كرة في اللقاء تبين لحضرتك اللعيبة خارج منطقة الخدمة اللعيبة مش مركزة هم ما كانوش مركزين برضا خلينا برضو نقف عند تفصيلة تفصيلة سيحنا عايزين نعرف اللي حصل ده هل ما كانوش مركزين عشان هم محبطين من ان كل واحد فيهم يلعب في مركز تاني وشوفنا ده قبل كده وكلنا شوفنا النتيجة السيئة هل ده اللي ممكن يكون احباطهم بس طرح ربك التحضير لازم يكون في تحضير قبل البطولة احنا عاملين يعني دخلنا معسكر من اول الشهر او من يوم تلاتين لازم يكون في تحضير كل تركيزي على اول لقاء مش ابص على غينيا ولا السودان لان مباراة نيجيريا هي المفتاح الرئيسي للبطولة وبتلاعب الفرقة الاقوى في المجموعة واللي هي هتساعدك اللي انت مكسبها هتوديك لأول مجموعة على طول فلازم يكون تحضير كله من اول اول ما دخلت المعسكر بحضر اللعبة زهنيا ومعنويا وفنيا وبدانيا وكل حاجة بجهزة المطش نيجيريا واضح لما كانش فيه تجهيز بشكل كافي او تحضير بشكل كافي لمواجهة نيجيريا نيجيريا احترامتنا نيجيريا ذكرتنا بشكل كويس جدا نيجيريا قدرت تلعب على نقط قوتنا وضعفنا بشكل كبير جدا قدرت تحترمنا بشكل كبير فعشان كده كثبتنا انبارح فرحة منتخب نيجيريا بعد اللقاء تعرف توصل لحرارك قد ايه هم كانوا مديني للمباراة اهمية كبيرة جدا لهم عارفين ان المفتاح البطولة هي المطش ده فاحنا واضح لما كانش كان لازم بقى أنا هنا يعني كان لازم يكون فيه دور كبير جدا وشحن معناه كبير من السلاسي كابتن هو الجمعة كابتن محمد شاوي كابتن يا صام الحضر التلاتة دولة عندهم خبرات كبيرة جدا في بطولة افراقيا الجيل الزهبي اللي كلنا بنترحم على ايامه وبنترحم على افضل كرة قدرناها في قارة افراقيا فوجودة السلاسي ده في وجوده في الجهاز الفني مش منجرد وجوده خلاص لا بالحكس احنا لازم نستغل وجود السلاسي ده لو الراجل مش عايز دخلهم في الامور الفنية بس لازم نستعين بخبراتهم بدفع المعنوية يا صدي بلاش يستعين يسمع لازم تدخل من اتحاد الكرة لازم بلغت الكرة اتنين قويرة في اتحد الكرة الجديد كابتن حزم كابتن محمد برقات لازم الاتنين يتواجدوا بسرعة في الكاميرون لازم يعودوا مع الراجل لازم يشريك الجهاز الفني المصري وجهاز الفني المصري يجب يشريكه معاه في الأمور الفنية ويجب يشريكه معاه في اختياراته وفي قاراته وبلاش عند. لأن العند هيجي على حساب. وجاء على حساب نحنا. جاء على حسابنا كمنتخب. جاء على حسابنا كشعب مصري. فجاء على حساب نحنا كتير جدا. هل كيروش مثلا متواجد مع كابتن محمد شاو كابتن الجمعة. كابتن ديال السيد. مش عارفين اللي مثلا مصاب محمد عمر ملايه بجناح. يعني مثلا مصاب محمد بالإمكانات الكبيرة الراجل بلاش. طب محمد صراح ومن غير محد يقول اللي هو نفسه. مش عارف إن محمد صراح. محمد صراح اللي هو أفضل لعب في العالم. صحيح. أفضل لعب في العالم عشان هو أفضل جناح يمين. يعني هو الراجل بيقدي جناح يمين. يلعبوا راس حاربا صريح. ده أفقط. هو الراجل المبارح قال كده. هو برضو في الجوانب الفنية. الراجل المبارح بمداري بنجيري قال إيه. قال منتخب مصر بعد اللقاء. بيقول منتخب مصر كان بيلعب على نقطة واحدة. اللي هو بيحاول يفضي مساحات لمحمد صلاح. هو معنى أصح منتخب مصر كان كل هدفه أو الحل الوحيد اللي عنده هو محمد صلاح. طب. بل نبي كترخير الراجل ان هو شف لنا شكل ما. طب ما هو. لا. ما نقول حضرتك. ما هدي. طبنا دلوقتي مندرد منتخب نجيريا لعب على النقطة دي. والرجل ساعده. يعني منتخب نجيريا كان عايز يقفل على صلاح. فأنت بتلاعب كمان يعني نتكلم في الأمور الفنية بقى. البداية البداية أنا يعني نتكلم في الأمور في أن البداية كتشكيل منتخب مصر هو مش الأمثل لأن التريزيجيه طبعاً راجل ليه كل اللي احتراموا التقدير لو التريزيجيه في الحالة الفنية والبدانية الطبيعية بتاعته بقاله 9-8 شهور بعيد عن الكرة وبعيد عن الإصابات ومصاب بشكل كبير ونزل آخر عشر دقايق فلسه بيتحسس الملعة فلازم برضو مجيش عليه لازم اديله كنت ممكن استغله مكان زيزه يعني في الوقت اللي نزل فيه زيزه كنت أبدأ أنا بزيزه اللقاء لأن زيزه بدنياً وفنياً أجهز من تريزيجيه زيزه كان ممكن يقدر يلعب مع النيني ويلعب مع حمدي فاتح في نص المرعب لأن إحنا كان عندنا جاب كبير جداً جداً وحالة توهان كبيرة في نص المرعب في الناحية الهجومية لما أنا الراجل كان أكيد عامل حساب محمد صلاح فالخطورة كلها بتكمن في منتخب ناجيريا في الجبهة الشمال عنده سيمون اللواء أخطر لعيب فيه سريع هستيريك لعيب كبير جداً فلما أنا لعب محمد صلاح فتغيرت أكرم أرباكة اللقاء لأن أنا واضح ما أنا بقول لحليك من كلام بقى التحضيرات اللي قبل اللقاء أنا مش مجهز بلان بي مش مجهز قاعد مش مجهز ده مش مجهز بلان ايه نفسها أستاذ ما أنا أقول لحضرتك لما أنا لازم أكون قاعد لو مثلاً أي لعيب أصيب في بداية اللقاء في أي ظرف زي السلية ما أصيب في مرش الرجاء طبع 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 ممكن يحصل أي ظرف وارد زي ما حصل إبارة لازم يكون عندي بدائل أنا واخد معي عمر كمال عبد الواحد باكي مين راجل لاعب في فيوتشر ولاعب معي في كاس العرب باكي مين ليه ليه أجي على محمد عبد المنع ليه أفكى في محمد عبد المنع طب ما تيجي ما تيجي أنا وانت كده وأنا عارف أن دي مهمة شبه مستحيلة الحقيقة بس تعالى نحاول ندخل جوة دماغ جوة دماغ كارلوس كيروش هنفترض أن هو جاي ومش على علم كامل بإمكانيات كل اللعيبة ومراكزها إلى آخره لكن أعتقد أن هو خد من الوقت ما يكفي أن يشوف ويجرب وطبعا وهو بيشوف ويجرب سقطنا احنا بطولات زي كاس العرب وأحبطنا الشعب كله إلى آخره تعتقد هو بيعمل كده يعني بناء على إيه إيه الفكر اللي ممكن ينتج عنه أنه فيه إصرار واضح على أن كل لعيب متميز في مركز نحطه في أي مركز في الدنيا غير المركز اللي هو متميز فيه هو المشكلة هو واضح جدا اللي هو عنيد والعندة زي ما قلت عليك واضح للناس كلها اللي هو عنيد فعلا حتى في اختياراته لما الناس تعطلت عليه وبتقول له مثلا لا لازم يكون موجود معك واحد زي طرق حامل واحد زي أفشا لا بيعمل حتى ما فكرش حتى لما فكر يستدعي سلاسي بعدما خد القريمة 25 والقايمة الطبيعية 28 فهو رح مصدر للناس برضو مشكلة رح اختار 25 في الأول ضغطوا عليه عشان يجيب ناس زود 3 زود 3 وجاب عكس الاختيارات اللي ترشحت اللي ترشحت له كمان والناس طلبتها منه وجاب 3 عكسهم تماما فواضح اللي هو بياند بشكل كبير جدا لازم تدخل من اتحاد الكرة الجديد لازم قاعدة مع الراجل لازم يكون فيه اشراك للجهاز الفني المصري المتواجد لازم تأخذ بالرأي معهم لانهم عندهم برضو خبرات الراجل بقى لاربع شهور عارف خلاص المفروض يكون حفظ كل العيف في الدور المصري كل العيف في منتخب مصر عارف مين يصلح ومين ما يصلحش لعب بعمر كمان زي ما قلتها في كاس العرب فأكيد عارف وخده معاه بطورة افريقيا فأكيد انت واثق في امكانياته باللغة الكرة ادي أو باللغة العادية ادي لعيش لخبازه والراجل اللي هي باك يمين هيبقى حافظ مكانه عنده انطلاقات أنا لما حطت صلاح ناحية اليمين أكيد سايمون ده هيبقى عنده تحفظ كمان مش هيقدر يكون مش هيرجع يدافع لما يكون محمد صلاح موجود جناح يمين سايمون راسبن عنه هيحاول يرجع يدافع مع الباك بتاعه عشان خاطر ما يسيفش مساحة لمحمد صلاح فإذا انت عملت قوة في الجبهة اليمين لأ انت قلت لأ خلاص انا هريحك للمدير الفني الناجيري لأ تعالى محمد صلاح فعمق الملعب الهجومي واسحم الدنيا على محمد صلاح ووقف الملعب على محمد صلاح وحرمه من اهم ممعيزاته اللي هو يلعب على الطرف فبتلعب مصام محمد المهاجم الترجيب بتاعك بتلعب وجناح لأول مرة في حياته يعني هو تخلق بلعيب كرة عشان خاطر يلعب المهاجم الترجيب مهاجم المحطة يعني فتلعبه ناحية اليمين بتلعب محمد عبد الملع مصام محمد وتريزيجي السلاسي أكيد طبيعي السلاسي أول ما رلعب مع بعض السلاسي محمد عبد الملعب مش مكانه مصام محمد مش مكانه فكانت عندنا الشوت الأول حوالي عشر اخداشر هجمة من ناحية الشمال من عند سايمون في اختراق كبير جدا للجبهة اليمين الشغل الراجل يعني أنا من وجهة نظر هو أفضل لعب في اللقاء أفضل لعب عمل كل حاجة مبارح نحل الشمال لمنتخب ناجيريا فأنا أكيد قاعد شايف بره وقاري المفروض أكون قاعد أيه برضو إحنا برضو موصلناش للحتة اللي هو يعني هو مثلا حالف ليشل لنا هل في دماغه رؤية مختلفة ما شافش فشالها طول الفترة اللي فاتت هو أكيد شايف يعني هل يعني أنا بحاول أو جتله مبرر على مش بس أبدي اندهاشي يعني مثلا الراجل ده عارف بعيدا بقى عن اللعيبة بتاعتنا هو الراجل ده جاي من خلفية تانية مش عارفه مش عارف محمد صلاح مش عارف ان محمد صلاح أحسن جناح في العالم هل هو قال مثلا ان الفريق نيجيري عارف ان صلاح أحسن جناح في العالم فبطبيعة الحال حيلعب جناح فأنا حطلع حويط وغير له مركزه ممكن يكون يفكر كده هيفكر في كده ما انت في نفس الوقت خسرت خسرت اتنين طبعا هو مصطفى ولا ده قدى ولا ده قدى وانت ساعدت الظهور يعني انت كان ميستر كروش ساعد صلاح على ظهوره بالشكل ده ساعد صلاح اللي الناس تهاجم صلاح بالشكل ده لان هو سبب في توظيف صلاح السيء مبارح طبعا يعني هو اللي عمل كده كمان يعني صلاح كان خارج المستوى مبارح والديقف بتاعه لكن كمان ميستر كروش ساعد صلاح في كده بتوظيفه الغلط وتوظيفه السيء جوه في جوه الملعب ومتخب نجيريا كان عامل زحمة في عمك الملعب وإحنا عمليم مصممين وإحنا توليت على انه بقى فيه كرسي في الكولوب أنا فاهم قصد حضرتك لكن أنا كان فيه خبر نازل من شوية بقى ما عرفش أكيد أوصل لحضرتك وعرفنا لا عرفنا ان الشرط الجزائي الشرط الجزائي سنة ونص دي مشوفتهاش في الكور اللي أنا عرفه في أي نادي وإحنا تعرضنا المؤامرة بوكباتل ولا بتاقيق لي مؤامرة متكبلة الأركان كمان ولازم حساب عسير لازم حساب عسير وإنبارح أنا عرفت برضو من النصادر كده إن ممكن فيه تفكير لو الراجل أدى المطشين اللي جايين بنفس الأداء لأ هيتم الإطاحة بيه وأنت متوقع بقى أنك تشوف منه أداء مختلف دي الطبيعي لازم يكون لين رد فعال موقع الطبيعي إنه بعد كاس العرب نشوف أداء مختلف لا هنقول لحراك حاجة الطبيعي ما أنا قلت حراك لازم أعدم لازم أقف لازم أشوف رد فعال منتخب مصر أنا أمبرح الشهود التاني مش أقول لحراك بقى المطش اللي جاي أنا كنت مستنى الشهود التاني رد فعال مختلفة ومغيرة تماما كنت نفس أشوف ردة الفعال اللي شفتها 2010 من جيل 2010 اللي بنترحم على أيامه لما كان متأخر أمام نيجيريا في ديئة 13 أو 12 ورجع في ديئة 32 أو 33 وكسب نيجيريا 3 واحد ده أنا كنت مستنين بارح كنت مستنى على الأقل أشوف روح مستنى شوف غل قاروي في الملعب مستنى شوف الميزة اللي كانت عند منتخب مصر منتخب مصر كان في البطولات المجمعة كان عنده ميزة مفتقدة كثير من المنتخبات القوية حتى في أفريقيا عنده روح في البطولات المجمعة مختلفة تماما لا شفناش رحيتها مبارح تماما حتى الراجل الشهود التاني مش بس مش فناش رحيتها مبارح والفترة اللي فاتت كلها بما فيها الفترة بتاع الكاس العرب على فكرة يعني باستثناء ممكن الروح شوية في مطش الجزائر بس يعني مطش الجزائر كان فيه روح وقلب شوية بس باستثناء المطش بتاع الجزائر ما كانش فيه روح تانية لكن ده اللي أنا عايزه أنا عايزي شوف المنتخب مصر بالأسامة الكبيرة فيه إمكانيات فنية في الملعب عندي عندي الإمكانيات اللي تخليني أفضل من كده عندي بشكل كبير جدا يبقى فيه تقصير فيه تقصير من مدير فني ومن لعيبة يعني مدير الفني بيعمل يعني بيشتغل طول أسبوع أو بيقعد يزاكر والامتحان بقى ده بتاع اللعيب يعني هو بيجهز اللعيب فنيا ومع نوين وزنيا عشان ينزل يؤدي في الملعب اللعيب مبارح لا أنا مش شايف يعني شوز التاني حتى التغييرات اللي اتعملت شوز التاني اللي انا كنا بستنين رد فعل أقوى الرجل عمل حاجة غريبة جدا طقال تغييرات تعزيز ورمضان كانت مطلوبة هو لعب في الشوز التاني لعب الأربعة اتنين حمد فتحي وانني وجاب بقى كبير جدا كان فيه جاب كبير جدا ما بين حمد فتحي وانني والرباعي الأمامي والجناحين اللي هما كان زيز ورمضان ومحمد صلاح ومرموش أنا شايف اللي مرموش بيرح بالنسبة جميلة ما كانش ليه دور خلاص يبقى أنا سيب مصطفى محمد اللي هيقدر اعتمد عليه بسرعيته بقوته وخلي محمد صلاح لو أنا عايز أحط محمد صلاح في قلب الملعب محمد صلاح ياخد اللي هيينزل من مصطفى لكن حتى مبارح فيه في الدياة 63 زيزو بيعدي من الناحية اليمين وبيعمل عرضية تلات مدافعين من ناجيريا هم اللي متواجدين وبيطلعوا ما فيش أي تواجد هجومي زيزو عمل مبارح 3-4 عرضيات ما فيش أي تواجد هجومي نهائي لمنتخب مصر من الدياة 58 من وقت نزول زيزو للدياة 88 من وقت نزول محمد شريف احنا ضيعنا 30 دقيقة على الفاضي ضيعنا 30 دقيقة بدون مهاجم سريع وده خد مننا كتير احنا كان فيه فجوة كبيرة جدا 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 ما بين نص الملعب الدفاعي ونص الملعب الهجومي كان فيه مساحة كبيرة جدا كان فيه جياب كان فيه منطقة احنا عندنا برضو مشكلة كبيرة يعني فيه مشاكل كبيرة يعني نقعد نتكلم نديدي نديدي اللعب الوسط المنتخب نيجيريا هو مفتاح لعبوه من بارح في نص الملعب استلم كتير جدا من الحاجات اللي لازم اشتغل عليها استلم باريحية كمان من الحاجات اللي لازم اشتغل عليها الراجل فاضي في طول الماتش لما انا حب اقفل على الراجل ده هقفل عليه بالمهاجم اول خط دفاعي ليه المهاجم هينزل يسقط عليه انا ما عملتش الكلام ده ودت مصطفى يمين وصلاح مشايز اللي يدفع على الراجل فانت فيه سلبيات كتير فيه مشاكل كبيرة جدا دي من الحاجات اللي اثرت علينا لان الراجل ده ما اتضغطش عليه طول اللقاء محدش قدر يدفع عليه بشكل جايد طول اللقاء فديته اريحية كبيرة جدا 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 طب احنا يعني احنا سبرنا شوية عليه زيادة على اللزوم يعني ما حصلش نفس القدر من الصبر ده مع كابتر حسام البادري مثلا احنا اخدم في الاعتبار ان كابتر حسام على الآل مخصرش ولا مخصر انا واحد من كنت يعني كنت مقايد جدا للتجربة بتاعت الراجل لكن انا كنت شايف تعظيم كبير جدا للراجل يعني عزمنا عزمنا في الراجل كتير قوي لكن الراجل بشر وعنده اخطاء عنده اخطاء تاريخه على رأسي بس التاريخ خلاص ده جزء وخلص انا عايز ما انا بقوله حرجنا والقامنا ما يصرش ده احنا لو كنا متفقين مع راجل مدرس ألعاب في مدرسة وكون محترم كده وعنده تاريخ في الألعاب وحيات كتاب لكن هنديك شغل اكتر من التشغل ما انا بقوله حرجك وكمان انت بتلاعب منتخب ناجيريا ونقص ست عناصر مهمة جد يعني منتخب ناجيريا مبارح نقص منه مش في كامل قويت يعني احنا كنا فيه ناس بتقعد تتكلم يا ريت نلاعب ناجيريا في المرحلة النهاية في تصفية كسر عال لا لا منتخب ناجيريا عنده ست عناصر كمان هيزيده قوة مبارح منتخب ناجيريا يعني برضو لو فيه شراسة كان ممكن نطلع بنتيجة اكبر من كده طبعا يعني انا شايف لابتديت الحلقة بقولت ان كده ربنا كرمنا وسطرها معانا ونبوس ايدينا وش وضعر ان احنا طلعنا واحد سفر بس فانت حالك متخيل لما احنا كمصرين قاعدين بنقول الكلام ده فمنتخيل حالتنا مبارحك اتعامنا ازاي طبعا يعني حالتنا كانت سيئة جدا اتمنى اتمنى ليكون فيه واقفة مع الراجل واقفة مع اللعيبة اللعيبة لازم تعرف اللي هي بتلعب باسم منتخب مصر لا انا رايح هاخد بطولة منتخب مصر متواجد في كاس افريقيا متواجد في كاس عرب متواجد في بطولة ودية منتخب مصر بطول عمره اسمه كبير طبعا هو بطل افريقيا طبعا لازم يكون هو المرشح الاول والاقو لازم دايما منتخب مصر تواجده في بطولة افريقيا أو في أي بطولة لازم يكون هو المرشح الأقوى ما ينفعش أطلع أقول أنا هدف كاس العالم كلنا هدفنا كاس العالم على ذكر البؤين اللي هو قاله بدول يعني شايف إزاي تصريحات وحجم التضارب اللي فيها أنه وقعت فترة طويلة في الأول وبإصرار بيقول زي ما حدك بتقول كده ما معناه أن أنا تعاقده معايا على كاس العالم ما معناه يعني يعني أنا حلعب معاك وكاس العرب وأمم أفريقيا جست لذيذ مني وحد يعمل كده ومؤخرا يعني الدارح بقى إيه النبرة اختلفت وصيغة ومحتوى الكلام اختلف آه إحنا برضو بالنافس على اللقاء تسمع بقى الكلام اللي كنا نسمعه من أول يوم إنه هو واجه انتقالات شديدة جدا هي التصريحات كلنا كنا في الأول بنقول هو بيشير الضغط أو بيحاول يخفف الضغط على لعبته لكن لا اللعيبة بتستمد قوتها وتستمد تركيزها وده بيتترجم في الملعب من تصريحات مديرها الفني من كلامه فأنا لما أكون قاعد في القوض المغلقة وبتكلم مع لعبتي وبنقل لها اللي أنا هدف الرئيسي هو الحفاظ على اللقب أو اللي أنا أخد لقب بطولة أفريقيا وأنا أرجع البطل أفريقيا تاني إحنا آخر لقب واخدينه 2010 فأنا لازم نرجع لقارة أفريقيا تاني لازم نرجع أسياد أفريقيا تاني لازم نرجع بقوتنا الأندية المصرية مسيطرة بشكل كبير جدا على قارة أفريقيا فلازم يكون كمان منتخب مصر بنفس القوة منتخب مصر ما يقلش قوة عن المتخبات كتيرة جدا فلازم نستفيد من السلبيات كتيرة أو إمبارح لأننا ما عندناش إجابات إمبارح لازم نستفيد منها عشان نقدر نخرج بأسرع وقت عشان عندنا مطش مهم جدا 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 لأننا وضعنا في نفسنا في مأزق ووضعنا في موقف صعب جدا لازم ست نقطة اللي جايين الكرة مش مضمونة بالأداب بتاني برح كمان القلق واليأس بدأ شايف هيحصل إيه بالمناسبة يقوم السبت مع مطشنا في مع غينيا بيساف لازم أغير طريقة اللعب ولا غير المدرب هو المدرب مش هيتغير خلاص لازم أغير طريقة اللعب أنا لسه كنت أتكلم برضو أنا كمدير فني طريقة لعبي اللي أنا عتدت عليها وعتدت أشتغل بيها هي 4-3-3 كمسر كيروش هل الطريقة دي يعني جابت شغلي وجابت نتيجة إيجابية مع المنتخب المصري أو مع اللعب المصري لا خلاص يبقى أنا لازم كمدير فني يبقى عندي برضو هرجع تاني لازم أغير لازم ألعب بطرق مختلفة لازم أنوع في طرق لعبي لازم أشوف الطريقة المناسبة للعيب المصري اللي أنا جاي عشان أشتغل معاه لازم أشتغل إيه هي الطريقة بتاعتنا 4-2-3-1 احنا تعودنا دايما على رقم 10 لازم تعودنا على كده تعودنا على على واحد يكون رابط ما بين نص الملعب الدفاعي ونص الملعب الهجومي لازم يكون فيه رابط احنا ما عندناش دلوقتي كده ما عندناش لعيبة مركز 8 على مستوى عالي جد غياب السلالة المبارح أثر في نص الملعب أثر في نص الملعب عدم موجود طريق حامد مع منتخب مصر كان لازم طريق حامد يكون موجود مع منتخب مصر محسنة بقيمته بالسدفة ماتش الجزائر بالسدفة خاصة الوحيد اللي كان ممكن يعد يصد مع الشباب فيه ماتشة كبيرة مبارح فيه فروق بدنية كبيرة جدا يعني مبارح الاحتكاكات البدنية بيننا وبين المنتخب الناجيري كانت كلها في صراح منتخب الناجير أقول لك يا موكبات شايف البطولة دي أصلا استحدثت مؤخرا دي مفيدة إلى أي درجة وتوقعاتك للنادي الأهلي سيحقق فيها ايه ان شاء الله طبعا هي مفيدة الأندية ومضر الأندية تاني بمعنى يعني مضر الأندية اللي في المؤخرة الأندية اللي كانت بتعاني في الجزء الأول أو التمن أو التسع أسابيع في البطولة زي أسرن كامباني الإسماعيلي الجيش المقاولين المقصة كان فيها أندية بتعاني فيها عندك بتستغل أو بتطمع لتستغل الفترة التوقف الكبيرة دي أنها تجهز نفسها وتقاهل نفسها بشكل كويس جدا وتعمل تدامات فالبطولة هي بطولة أكيد المطشاط أنت كنت هتحتاج كفرق دي كلها كنت هتحتاج مطشاط ودية هتقدر بيها تجهز نفسها للفترة ما بعد كاس أفريقيا فأنت تعملت لك مطشاط بس بسيغة رسمية تعملت لك مطشاط بشكل رسمي بشكل تنافسي لكن بالنسبة للنادي الأهلي أعتقد هيستفيد بإنها بشكل كبير جدا لأن أنت هتجهز لعيبة أنت عندك عناصر التمن عناصر مع المنتخبات بتاعتها فأنت هتوجد مكانهم التمن بدائل فالتمن بدائل دي أعتقد تجهزهم في مباريات رسمية وقوية بالشكل ده ده خير تجهيز خير تجهيز طبعا لأن أنت مش مطش ودي هو بطولة رسمية فالاحتكاك هيبقى قوي اللعيبة تركيزها هيبقى أعلى وكل واحد عايز يزبط نفسه كل واحد عايز يزبط أحقيتي بالتواجد في النالي الأهلي أحقيتي بالتواجد في التشكيل الأسية لأ فرصة جايالهم على طبق من دهب برضو في اللعيبة الدولين كلهم كل واحد طيب لما تمن عناصر الأسية غيبين عنك وبدر بنون طبعا ربنا نعيش فيه والإصابات اللي موجودة بالكورونا طبعا ربنا نعيش فيه فأعتقد هي فرصة كويسة جدا لأنه أنت تعمل مش صف تاني يبقى تعمل فرقة تانية تقدر تنافس لأنه أنت يبقى عندك ضغط كبير جدا كسعال الأندية وطوط أفريقيا ودوري ويبقى فيه ضغط كبير جدا وعندك فريق موازي عشان تقدر تعمل الروتيشن بشكل كويس جدا بعد العودة طبعا أنت شايف عموما بعيدا عن النادي الأهلي بشكل عام شايف مسابقة الدوري هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما تولت الرابطة بمسؤولية إدارتها الرابطة لحد الوقت يخلينا نتكلم اللي هي عاملة شغلة كويس جدا فيه مواعيد منتظمة فيه تصوير مختلف فيه جودة مختلفة فيه شغل معمول فيه شغل معمول طبعا نتكلم في شهرين ثلاثة الرابطة متواجدة أحداثة بطولة جديدة الرابطة عايزة شغل الرابطة محتاجة مسندة الرابطة لسه محتاجة وقت طبعا لكن كبداية أعتقد بداية موفقة جدا 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 وشايفين شغلهم على الأرض الواقع فأتمنى الاستمرارية أتمنى الدعم من الناس أتمنى يكون في تعاون مشترك بقى ما بينهم من فترة الجاية وما بين التحاد الكرة الجديد لأن ما ينفعش كل واحد يشتغل في اتجاه لازم يكون في تعاون ما بين الرابطة واتحاد الكرة عشان نقدر نخدم الكرة المصرية ونخدم الدورة المصرية ومتلعوا بشكل أفضل لكن ما ينفعش أنا كالتحاد الكرة أفكر في اتجاه والرابطة أتفكر في اتجاه ده هيدور بكرة المصرية صحيح صحيح عندك حق مليون في المية هنرجع ونقول ربنا يسطح الحق يا رب وأتمنى صيغة ومحتوى كلامنا عن المنتخب بصفة خاصة الفترة اللي جاية أتمنى أنها تتغير يا رب إن شاء الله لذا لو كان مكتوب لها أنها تتغير يعني أنا بشكرك جزيلا شكرا على وجودك معنا في حلقة النهاردة وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقات جاية من البرنامج شكرا على خير وإن شاء الله وإن شكرا على خير وأكيد بشكر كل حضراتكم على متابعتكم لحلقة النهاردة بإذن الرحمن إن عشنا وكلنا عمر يتجدد لقائنا بيكم يوم الحد جاي قبل دلوقتي بساعتين عشرة صبح في الأهلي وحلقة جديدة نشوفكم على خير